موسيقى بعد حصار دام لأكثر من ثلاثة شهور فكت قوات المرتزقة الخليفية لفترة وجيزة حصارها العسكري الذي فرضته على مقبرة الشيخ ميتم البحراني والمحوز التي ضمت بين جنبيها الجتامين الطاهرة لستة من شهداء البحرين الذين لن تمحى صورهم من ذاكرة البحرانيين وكيف ينسى أهل البحرين سامم شامع وعباس السميع وعلي السينكيس الذين أعدمهم النظام الخليفي ظلما وعدوانا مطلع هذا العام انتقاما لمسرع أحد الضباط المرتزقة الإماراتيين وهل ينسى البحرانيون شهداء المقاومة رضا الغسرة ومحمود يوسف ومصطفى يوسف الذين مرغوا أنوف الخليفين بالوحل بعد عملية التحرر من سجن جو ومحاولة العبور نحو شاطئ الحرية أهل الشهداء الذين منعوا من إقامة التشيع ومراسم الدفان اللائقة بالشهداء بعد أن أجبرهم النظام المتجبر على دفنهم والصلاة عليهم قسرا وتحت حصار القوات والمدرعات سارعوا حال رفع الحصار عن روضة الشهداء إلى زيارة قبور أبنائهم معطرين إياها بالورود والرياحين وتالين عليها آيات من القرآن الكريم مواطنون بحرانيون توافدوا كذلك لزيارة قبور الشهداء وقبل أن تعاود السلطات وبعد ساعات معدودة إغلاق المقبرة المواطنون عبروا عن الاعتزاز بالشهداء والوفاء لنهجهم والتيكيد على السير على خطهم خط المقاومة وحتى تحقيق إحدى الحسنيين إما النصر وإما الشهادة وهو ما عبر عنه أيضا الثوار الذين خرجوا في تظاهرات غاضبة في مختلف بلدات البحرين فالنودرات وأبو قوة والديه بمناسبة ذكرى هدم الاحتلال السعودي لبيوت الله في البحرين الدماء الغالية التي أريقت والاحتجاجات الغاضبة المتواصلة المؤكدة على السير على درب الشهداء والأخذ بثأرهم من ظالميهم ستثمر نصرا يطيح بعروش الخليفين المتهاوية ولن تنفعهم حينها مرتزقتهم ولا حماتهم الدوليين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر